هروح لموضوع تاني استكمالاً اللي اللي اتكلمنا فيه مبارح نفس الفقرة اللي انا كلمت فيها مع حضراتكم مبارح هنا عن أن العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين جميع الأندية واللي دايماً هو سمة النادي الأهلي وسمة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسمة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب حيفضل تضامن الوحيد مجلس إدارة النادي الأهلي حيفضل تضامن الوحيد لاستقرار الرياضة والكرة المصرية وان شاء الله ده اللي حينعكس أو هذه العلاقات الطيبة حتنعكس على المدرجات وعلى الوسط الرياضي وده اللي انا قلتم بارح الحقيقة بعد الحلقة في البيت الكبير كان فيه حوار لرئيس نادي الزمالك الجديد كابتن حسين لبيب كابتن حسين اتكلم فيه مع الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد موسى وتكلم فيه عن نفس الفكر عن نفس المضمون اللي هو اتطرح مبارح في حق الصد وتكلم كابتن حسين عن انه هيرد على التهنئة اللي قدمها مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي بمجرد استلام النادي للتهنئة النادي الأهلي ولكن فيه نقطة كمان طرحها استوقفتني يعني كابتن حسين طرح فكرة انه هيعمل بروتوكولات مع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي وذكر العديد من الأندية الأخرى عشان تصفية التعصم في الوسط الرياضي اللي كان بسبب مراحل سابقة وكلنا مقتنعين بهذا الكلام أنا بس عندي تعليق بسيط في موضوع البروتوكولات لأنه موضوع البروتوكولات تحديدا ده أمر يخص مجالس الإدارات ده طبيعي جدا مش هتكلم أنا عنه لكن الفكرة رائعة خاصة بعودة الروح الرياضية والتنافس الشريف في إطار الرياضة وليس أي شيء آخر بعيدا عن الرياضة في تقدير الشخصي بيبدأ من الكلام اللي اضطرح مبالح هنا في البيت الكبير الاحترام المتبادل في علاقات الأندية كلها ببعضها هو أساس نبذ التعصم الموضوع مش محتاج بروتوكولات ومش محتاج رسميات لكن محتاج أن الحضرتك قلته بنفسك في أول ظهور إعلامي أن الاحترام المتبادل وثقافة التنافس الرياضي بعيدا بعيدا عن أي تجاوز للحدود لأنه في النهاية أنا بلعب كورة أو بلعب رياضة كل واحد وشطرته وفي كل الاتجاهات يعني أنا بشوف أن ما فيش حاجة اسمها أنا آسف جدا في سوق الانتقالات مثلا ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش أخد لعيب من زمالك أو ما ينفعش أخد لعيب بلاش من بيراميدس ما ينفعش أخد لعيب طالما أنا عايزه لو لعيب بيلعب في رائل مدريد وعندي المقدرة أن أنا اجيبه يعني طبعا مع الفارق أقصد يعني لا أقصد شيء ولكن لو عندي لعيب بيلعب في أحسن قندية العالم وعندي المقدرة المادية أن أنا جيبه والمدارب بتاعي عايزه حاجيبه بيلعب في الزمالك بيلعب في البيرميدز بيلعب في فيوتشر بيلعب في الإسماعيلي بيلعب حاجيبه طالما عايزه جيبه وطالما يحق للنادي الأهلي أن يتفاوض معاه أنا في الحاجات اللي زي دي ما قدرش أقول لك أصله لا أصله ده جاي من الزمالك فلا ينفع ما ينفعش ليه وعلى الجانب الآخر لو حد يقدر يعمل مع النادي الأهلي كده تفضل هو ده الفارق طالما في إطار اللوايح والقوانين طبعا والتوقيتات الرسمية واحترام العقود واحترام المتبادل ما بين إدارات الأندية فاللي أنا بقوله أنا شخصيا طبعا ده رأيي الشخصي بعيدا عن رأيي النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي له ما عرفش لكن اللي بقوله هنا ده رأيي شخصي رأيي شخصي في هذا الأمر إنه لا لو فيه لعيب أنا عايزه من الزمالك أروح أجيبه من الزمالك بمنتهى الاحترام والود يعني مش قصدي فيها مش عارف أوصلها لحضراتكو إزاي ولكن اللقص ده أقوله إنه طالما يحق للنادي الأهلي التفاوض مع أي لعب في أي حتة في العالم بلاش الزمالك عشان بيعمل حساسية شوية يعني للناس أو في الكلام عن الزمالك على الرغم من أننا بحاول أننا أبسط الأمور على قد ما أقدر لكن طالما الأمور التعاقدية أو أننا أقدر أتفاوض مع اللاعب أتفاوض معه واشتري من أي حتة وجهة نظري بدون ما نخش في خناقات وبتاعه والكلام ده كله ولكن اللي أقدر أقوله إن هذه البداية اللي احنا بتشوفها هي بداية مبشرة وكلام جميل ينتظر التطبيق الفعلي وزي ما قلت لحضراتكم هي مش بالبروتوكولات أو الرسميات فقط ولكن أن ينعكس هذا الاحترام المتبادل والتنافس الرياضي الشريف على كل المنظومة زي ما قلت لحضراتكم مبارح هذا الإطار الرياضي والاحترام المتبادل بينعكس على المدرجات وعلى الإعلام وعلى كل الوسط الرياضي لأنه النادي الأهلي هو الأكبر والأفضل والأعظم وكل شيء بالأرقام أنا هنا بتكلم بالأرقام والأكثر جماهرية والأكثر استقرارا والأكثر كل حاجة نادي الأهلي ونادي الزمالك وجناح كرة القدم نادي الإسماعيلي أيضا الدلع الثالث اللي دايما بنتكلم عنه بقية الأندية الجماهرية زي الاتحاد وزي المصري وزي بقية الأندية بلدية المحلة بقية الأندية اللي موجودة كلها الجماهرية والغير جماهرية يجب أن يكون هناك دائما علاقات محترمة موجودة ما بين كل الأندية أتمنى نحنا ليه بنتك على هذا الأمر لأن الأمر ده مهم جدا 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 نفس أشوف هذه الحالة اللي احنا شايفينها ما بين المسؤولين نفس أشوفها كمان في المدرجات خلال الفترة القادمة خلال نروح لفقرتنا الثانية فقرة بالعقل خلال الفترة القادمة نروح لفقرتنا الثانية